والله والصلاة والسلام على عبدالخاص يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن ناخد مع بعض الدرس الاول في الوحدة الثانية للصفة السادس الابتدائي العوامل الطبيعية والعوامل البشرية للصنعة طيب يا طرى يعني اصلا صنعة يعني ايه بيئة صنعية قال لك صنعة كلمة صنعة يعني نحول المادة الخام اللي عندنا الى سلعة ومنتجات سلعة ومنتجات لسد احتياجات الايه السكان يعني ايه يعني انا عندي مثلا قطن والقطن ده مادة خام مادة خام موجودة في الارض الزراعية انا هحولها لسلعة قوية منتجات علشان اسد بيها احتاجات سكاني اللي هي ايه اللي هي الهدوم احولها مثلا لاميس تمام يبقى هنا المادة الخام الصناعة تحويل المادة الخام زي القطن لسلع ومنتجات عشان نسد احتاجات السكان اللي هم محتاجين الهدوم من المادة الخام ده خلاص دي كلمة الصنعة طيب يعني ايه بيئة صنعية كلمة بيئة يعني مكان يعني منطقة يبقى بيئة صنعية يعني مكان او منطقة فيها صنع بيئة صنعية هي المناطق يبقى من كلمة بيئة يعني منطقة او مكان يبقى المناطق التي تقوم فيها ايه الصنع ويعمل معظم سكنها بالصنع يبقى مكان كده عندنا عملنا عليه مصنع يبقى المكان ده اسمه مناطق ايه او بيئة ايه بيئة صنعية يبقى مناطق صنعية يعني بيئة صنعية يبقى البيئة الصنعية هي مناطق يقوم عليها الصنع ويعمل معظم سكنها بالصنع قالك طيب انا عندي دلوقتي عوامل قيام الصنع طب يعني ايه عوامل قيام الصنع اللي قدامنا دي عوامل قيام الصنع يعني حاجات بتساعدنا ان احنا نعمل صناعة في البيئة او في المنطقة. في عندنا عوامل طبيعية وفي عندنا عوامل بشرية. عوامل طبيعية زي الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي. وفي تاني من العوامل الطبيعية الظروف المناخية. كل واحدة هناخدوها لوحدة. وكمان عندنا المواد الخام ومصادر الطق. دي حاجات موجودة في الطبيعة بتساعدنا ان احنا يكون عندنا صناعة. طيب. عندنا عوامل بشرية زي الايدي العاملة طبعا دي عوامل بشرية. يعني ايه عوامل بشرية? يعني البشر هم اللي اللي عملوها او هم اللي جابوهم. عندنا خبرة فنية. يعني البشر علموا ناس عشان يدخلوا في المصادر. خلاص بقى عندهم ايدي عاملة وخبرة فنية. رأس المال الفلوس دي عوامل البشرية. النقل والموصلات مش موجودة في الطبيعة ده احنا اللي عملناها. السوق عوامل بشرية. هناخد اول حاجة في العوامل الطبيعية هو الموقع الجغرافي. قال لك يتم بناء المصانع بعيدا عن المناطق السكنية. يبقى من العوامل الطبيعية اول حاجة الموقع الجغرافي. ان احنا نقي موقع بعيدة عن مناطق السكن. مع مراعاة ان تكون احيانا قريبة من ايه? يبقى المصانع لازم تكون بعيدة عن حاجات وقريبة عن حاجات. بعيدة عن بعيدة عن المناطق السكنية. وتكون قريبة من مصادر المواد الخام. يبقى تكون قريبة من المواد الخام بتاعتها. وكمان قريبة من الطاقة اللي هتشغل لنا المصانع. الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي. تمام? والفحم. يبقى لازم تكون قريبة من مصادر الطاقة. وتكون قريبة برضو من السوق عشان ما تكلفناش كتير في نقل الحاجات اللي احنا هنصنعها. عشان نسوقها. يبقى السوق يكون قريبة عشان ما ننقلش بمواصلات المنتج اللي احنا هنصنعه ننقلوه بعيد عشان نسوقوه. يبقى لازم الاسواق تكون قريبة. يبقى هنا. نما نختار موقع جغرافي للمصنع بتاعنا. يتم بناء المصنع في ايه? يكون بعيد عن منطقة السكنية. ويكون قريب من مصادر المواد الخام والطاقة والاسواق. طيب. عندنا كمان من العوايم الطبيعية الظروف المناخية. يطرق المناخ لازم يكون شكله ازاي? قالك اللي لازم وانت بتعمل مصنع وبتختار مكان المصنع وبتبنيه انك تراعي اتجاهات الرياح. يعني ايه اتجاهات الرياح? يعني اتجاه الرياح ما تكونش رايحة على منطقة السكنية. يبقى يجب مراعاة اتجاهات الرياح عند اقامة المصانع. ليه يا عم؟ بما تفسر حتى لا تتجه الادخنة اللي طلع من المصانع من المصانع تروح فين? تروح للمنطقة السكنية. يبقى حتى لا تتجه الادخنة والملوسات الصناعية اللي طلع من المصانع تروح فين? للمناطق السكنية. يبقى علشان دخان المصانع اللي طالع ده شايفين اتجاه الرياح كده? يبقى لو انا هنا موجود مناطق السكنية حييجي على المناطق السكنية. لازم اختار اتجاه الرياح يكون المساكن هنا مش هنا. خلاص? يبقى انا اعمل مبنى ابنيه يكون حسب اتجاه الرياح. نروعي اتجاه الرياح. ان انا اعمله بعيدة عن اتجاه الرياح اللي رايح ليه المناطق السكنية. يبقى يجب مراعاة اتجاهات الرياح عليه حتى لا تتجه الادخنة والملوسات الصناعية للمناطق السكنية. عندنا كمان من العوامل الطبيعية لقيام الصناع. المواد الخام طبعا دي الحاجة الاساسية. لازم يبقى عندي مادة خام عشان اصنعها ودخلها في المصنع. الا مش هيبقى عندي مصنع اصلا. هعمل ايه بالمصنع طوالما ما عنديش مادة خام اصنعها? طيب. قال لك تتنوع المواد الخام اللازمة للصناع. قال لك ممكن اعمل مصنع ويبقى عندي المادة الخام بتاعته زراعية. اعمل مصنع عشان اصنع الدرة. يبقى لازم يبقى عندي مواد خام زراعية زي الدرة. ادخلها في المصنع واعملها معلبات درة. زي القمح احوله لدقيق في المصنع. زي القطن احوله لملابس في المصنع. زي قصب السكر احوله السكر في المصنع. يبقى مواد خام زراعية درة وقمح وقطن وقصب. التلاتة الدول بالقاف والدرة بس من غير قاف. يبقى الزرع قمح قطن قصب سكر. عندك كمان مواد خام حيوانية. يبقى مواد خام بتكون مصنوعة من عند الحيوان. بنجيبها من الحيوان. دي ممكن تكون مواد خام للمصنع. زي الجلود. اصنع منها زي الاحذية والشنط. زي الالبان. ممكن الالبان اللي هي بتبقى معلبة دي زي ما انتو شايفينها في الصورة. خلاص دي بتروح للمصنع. زي اللحوم. زي مثلا البسترماوي. زي الحاجات دي اللحوم دي محتاجة مصنع. اللي هي بيصنعوها بطريقة اخرى. بدلا ما تبقى لحمة صرف كده بيوضوها المصنع تبقى حاجة تانية. تبقى بسترما مسلا. يبقى مواد خام حيوانية بناخدوها منين حيوانات دي بناخدوها للمصانع. يبقى دي بتتتنوع المواد الخامة بين مواد خام زراعية وحيوانية. وكمان عندنا مواد خام معدنية. قبل ما ننتقل للمعدنية هنأكد على المواد الخام الحيوانية. زي الجلود الالبان اللحوم. عندنا مواد خام معدنية زي ايه? زي الحديد اللي بيصنعوا منه حاجات كتير. زي مثلا الباب الباب الحديد. عندنا المنجنيز. عندنا الفوسفات. بيصنعوا منه الاسمدة. خلاص. يبقى دولة بيوضوها للمصانع مواد خام معدنية. وبيحولوها لمنتجات تانية. عندنا كمان مواد خام صخرية. زي رخام بيوضوه للمصانع ويصنعوه هناك الرخام اللي انتو بتشوفوه. كمان من العوامل الطبيعية مصادر الطاقة. قالك تحتاج الصناعات المختلفة الى مصادر الطاقة لادارة المصانعين. فانا شغل مصنع من غير محطره بنزين ولا جاز ولا غاز ولا فحم عشان يشغله. لازم انا يبقى عندي مصدر للطاقة. طب اهم مصادر الطاقة اللي بتشغل المصانع ايه هي? فحم مشتقات البترول والغاز الطبيعي. يبقى فحمة بترول غاز طبيعي. طب يعني ايه كلمة مشتقات البترول? اهي. بيقولك يتم تكرير البترول الخام. تكريره يعني يفصله مكوناته. يبقى يتم تكرير البترول الخام. في معامل خاصة. ليه? لاستخراج انواع مختلفة من الوقود. الوقود اللي بيشغلين المصانع وبيشغلين العربيات اللي انتو شايفينها. كل الحاجات اللي بتشتغل بمصادر طاقة بيعملوها بياخدوها من البترول. او بياخدوا الحاجات اللي بتشغلها من البترول. يبقى يتم تكرير البترول الخام. بيكرروه ويودوه في معامل عشان يطلعوا منه الوقود. زي ايه الوقود بيكرروه? يعني بيفصلوه. بياخدوا السولر لوحده. والبنزين. والكيروسين. والمازوت. والبوتاجاز. وكل نوع منها له استخداماته الخاصة به. احنا عارفين ان البنزين بنحطوه للعربيات. والسولر بياخدوه اللي هو زي المشاريع او الميكروباس اللي هو ايه? بيمونوا بيه الوقود بتاعه. خلاص. والكيروسين ده الجاز اللي هو اللي بتحط اكيد كلكوا عارفين. يبقى مشتقات البترول دي بتشغل لنا المصانع. طيب. المصادر الطاقة اللي احنا قلنا عليها دي بتشغل اي نعم المصانع. لكن بتلوز البيئة. عندنا بقى مصادر طاقة جديدة. خلاص. ولكنها نظيفة ومش بتلوز البيئة. زي ايه? زي الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح. الحكتين دولة طاقة نظيفة. هي طاقة ايه? نظيفة. تعمل على حماية البيئة من التلوز. مش بتلوز لنا البيئة ابدا. طيب كده خلصنا العوامل الطبيعية. تحايلوا بقى نخش مع بعض في العوامل البشري. العوامل البشرية زي الايد العاملة والخبرة الفنية. العيد العاملة والناس المدربة دي. الخبرة دي بتبقى من البشر. البشر بيكتسبها بان هو بيروح يتعلم حاجات. فعلشان كده قالك هي عوامل بشرية. البشر هم اللي اكتسبوها مش موجودة في الطبيعة. الحاجات اللي فتت زي زي الطاقة مثلا دي كانت حاجات طبيعية موجودة في الطبيعة. مصادر الطاقة موجودة في الطبيعة مش البشر هو اللي صنعها. يبقى العوامل البشرية اول حاجة عندنا الايد العاملة والخبرة الفنية. بيقولك تحتاج الصناع الى توفر الايد العاملة. لازم يكون عندنا ايد عاملة يقفوا في المصنع عشان يشغلوه وكمال لازم يكون عندنا مهارات فنية مدرقة باول حاجة من العامل البشرية تاني حاجة لازم يكون عندنا رأس مال لازم يكون عندنا فلوس عشان نشغل المصنع يبقى يعد رأس المال حاجة اساسية جدا في قيام الصناعة وتحسين نوعيتها ليه طرع لازم يكون عندنا رأس مال قالك وذلك لشراء الالات لازم يكون ما عندنا فلوس اصنع عشان نعمل مصنع فنشتري الالات عشان هتشغل المصنع المصنع هيشتغل ازاي من غير الالات طيب ايه تاني الفلوس بنجيب بيها ايه تاني عشان ندير المصنع مش بس الالات انت لازم عشان تدفع اجور العاملين او الايدي العاملة المدربة او الخبرة المدربة اللي انت هتجيبها دي لازم تدفع لها فلوس وإلا مش هتعمل مصنع اصلا مش هيقولك اصلا يبقى احنا تاني حاجة من العوامل البشرية اللي البشر عملها الايد العاملة والخبرة الفنية رأس المال من العوامل البشرية تلاتة النقل والمواصلات بيقولك تعدى وسائل النقل والمواصلات من العوامل المهمة في الصناعة لو انت ما عندكش نقل ومواصلات مش هتجيب اصلا المواد الخام اللي هتدخلك جوا المصنع وتنقلهله مش هتطلع من المصنع المنتجات اللي انت هتصنعها مش هتقدر توصلها للسوق يبقى لازم يكون عندنا حاجة توصل لنا المواد الخام وكمان توصل لنا المنتجات بتاعتنا وتودها لنا للسوق فكده لازم يكون عندنا نقل المواصلات يبقى تعدى وسائل النقل المهمة ليه؟ لانها تقوم بنقل العمال كمان والمواد الخام زي ما قلنا والمنتجات باسعار رخيصة يبقى هتنقل لنا العمال عشان يجوا بسرعة وينتظموا في المصنع في حضورهم يبقى لانها تقوم بنقل العمال وكمان بتنقل لنا زي ما قلنا المواد الخام والمنتجات بتنقل لنا اللي احنا حنصنعها وحنوديها لسوق المنتجات دي بتنقل لنا كل ده بتنقلها باسعار رخيصة يبقى العمال والمواد الخام والمنتجات بيقولك توجد في مصر شبكة متطورة من طرق النقل يبقى عندنا طرق يعني بتمشي عليها الموصلات يعني بتمشي عليها الوسائل الموصلات خلاص يبقى عندنا شبكة متطورة في مصر خلاص خلاص زي بتنقل ايه لطرق النقل زي السيارات زي السكك الحديدية زي السكك النهرية والبحرية السيارات والسكك الحديدية احنا عارفين اللي حديد يعني القطر بيبقى ليه قضيب فدي طريقة طريقة النقل ليه طيب في عندنا في النهر المراكب خلاص اللي بتبقى ارخص وسائل الموصلات تمام ويف البحر نفس الشيء من العوامل البشرية اللي البشر عملوها طبعا لو احنا عملنا المنتجات وملقناش سوق خلاص الحاجة هتبوز عندنا وحتركه ده عندنا هتبقى البضاعة رجدة خلاص يبقى تقرابع حاجة من العوامل البشرية هو السوق قال لك ممكن يكون عندك سوق محلية وممكن يكون عندك سوق خارجية سوق محلية يقصد بها طلب السكان المحليين يبقى السكان ليهم طلبات معينة عايزين منتجات معينة فبيلبها لهم بالصناعة بتلبي طلبته يبقى يقصد بها طلب السكان المحليين المنتجات الصناعية بتاعته خلاص ده السوق المحلية اما السوق الخارجية يقصد بها طلب الدول الاخرى يبقى الدول الاخرى لها عايزة حاجات معينة فبنصنعوها في المصنع بتاعتنا وبيبقى لها سوق خارجية يبقى يقصد بها طلبات الدول الاخرى للمنتجات الصناعية المصرية بتاعتنا زي الدول العربية والافريقية في دول عربية وفي دول افريقية بيحتاجوا المنتجات بتاعتنا فاحنا بنصنعها لهم في بلدنا يبقى اخر حاجة هنأكد عليها العوامل البشرية ايدي عاملة وخبرة فنية رأس مال نقل ومواصلات وسوق طيب اهمية البيئة الصناعية ليه مهم ان احنا يكون عندنا بيئة صناعية بما تفسر قالك رقم واحد لان هي بتوفر لنا فرص عمل للمواطنين يبقى رقم واحد توفر فرص عمل للمواطنين طب لما ندي فرصة عمل لأي مواطن من المواطنين بيساعد على ايه؟ بيساعد على تقليل البطلة يبقى مش هيبقى عندي بطلة ما يبقاش عندي ايه؟ بطلة توفر المنتجات الصناعية انا كمان مش بس ان انا هشغل الناس وحلغي البطلة وحقدي على البطلة لا ده انا كمان هوفر للناس اللي عايشين معايا منتجات صناعية مختلفة عشان يسدوا حاجاتهم يبقى توفر المنتجات الصناعية المختلفة لسد حاجة السكان رقم ثلاثة كمان من اهمية البيئة الصناعية تسهم في زيادة الدخل القومي يعني ايه دخل قومي؟ يعني انا هيبقى عندي فلوس كتيرة يبقى انا هيبقى عندي دخل في جيبي خلاص يبقى تسهم في زيادة الدخل القومي المصري والحصول على العملات الأجنبية يبقى انا مش بس هاخد دخل هنزود الدخل القومي المصري لان انا كمان هاخد عملات أجنبية لما انا هصدر المنتجات بتاعتي فهاخد فلوس عملات أجنبية من خلال تصدير المنتجات الصناعية للخارج يبقى دي من اهمية برضو البيئة الصناعية خلي بناء ان زيادة الدخل القومي والعملات الأجنبية دي خاصة بالفلوس اللي دخل للمصري رقم 4 تسهم في ارتفاع المستوى الاقتماعي طابة انا جالي فلوس دخل قومي زيادة الدخل قومي جالي عملات أجنبية يبقى اكيد حيرتفع مستوية يبقى ارتفع المستوى الايه الاجتماعي يبقى المستوى الاقتماعي بتاعها حيرتفع وكمان المستوى التعليمي بتاعي حيرتفع مثلا لو انا هخش اتعلم في مدرسة عربي هارتقل اعلى منها والاعلى وحتعلم اكتر يبقى تسهم في ارتفاع المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي وهسقف نفسي اكتر للسكان يبقى دي اهمية السنة توفر فرص عمل توفر المنتجات لسد حاجة السكان زيادة الدخل القومي والعملات الاجنبية ارتفاع المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي قالك يعمل بالصناعة عدد كبير من السكان ومن مجالات العمل المختلفة يعني ايه الكلام ده قالك انا دروقتي عندي مصنع عشان انا يبقى عندي مصنع هحتاج ايه قلنا هحتاج مصانع هحتاج منشآت صناعية ده هيشغل لي عدد كبير من السكان خلاص طيب ايه تاني هحتاج تجارة لاني فيه سوق لازم حد يبيعني هحتاج بنوك عشان تاخد العملات الاجنبية فيها يبقى انا بشغل ناس كتيرة في مجالات عمل مختلفة ومتاحة عند يبقى عندنا المصانع يبقى يعمل بالصناعة عدد كبير من السكان عدد كبير بيشتغلوا في المصانع في المنشآت الصناعية في التجارة في البنوك في النقل اللي هينقل لي المنتجات و هينقل لي المواد الخام زي ما قلنا و هينقل لي العمان في النقل و المصرات زي ما احنا قلنا تمام بعد كي بيقول لك العلاقة بين البيئة الزراعية للبيئة الصناعية قالك البيئة الزراعية توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية حاجة قالك مواد الخام يبقى اول حاجة ان هاخذ من الارض الزراعية المواد الخام علشان نصنعها في المصانع زي ما احنا قلنا بناخد القطن ونوديه في المصانع يصنع لنا الهدوم او الملابس هناخدونا كَمان ًقصة بالسكر اللي هيصنع لنا السكر هناخد الدرة حمام Universe ضرعة معلبة في المصانع. بيبقى هنا اه توفر المواد الخام دي موجودة في البيئة الزراعية بتوفرها للبيئة الصناعية. دي رقم واحد. رقم اتنين ايه تاني? قالك الايد العاملاء. الايد العاملاء موجودين في البيئة الزراعية بتوفرها برضو بيروحوا عشان يشتغلوا في البيئة الصناعية. رقم تلاتة المنتجات الغذائية. المنتجات الغذائية لاشباع حاجات العاملين بالصناع واثرهم. يعني انا دلوقتي حذر حاجات في الارض. العاملين في الصناع بيكونوا محتاجين يتغزوا بيها. فساعتها هيتغزوا من البيئة الزراعية. يبقى المنتجات الغذائية عشان يشباعوا حاجات العاملين بالصناع وكمان الاثر بتاعته. تلات حاجات دولة بتوفرها البيئة الزراعية للبيئة الصناعية. قالك كمان عندنا توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية حاجات. تلات حاجات برضو. بتوفر المنتجات الصناعية التي يحتاجها السكان في البيئة الزراعية. يبقى بتوفر لهم ايه? منتجات صناعية. زي ايه? زي ايه المنتجات الصناعية اللي بيحتاجها المزارعين او بتحتاجها البيئة الزراعية. قالك الاسمدة اللي هيسمدوا بيها النبات بتاعهم. وكمان المخصبات الكيميائية والادوية. يبقى هتوفر لهم الاسمدة. والمخصبات يعني عشان يخصبوا الارض وتبقى خصبة بتاعتهم. خلاص يبقى مخصبات بس كيميائية بيصنعوها في المصانع. وكمان هتدوهم ادوية زي المبيدات الحشرية مسلا. رقم اتنين. الآلات الزراعية. طب الآلات الزراعية دي هتتصنع فين مش المصانع عشان تساعد المزارعين يعني. يبقى الآلات الزراعية كآلات حصد المحاصيل وغيرها. فيه آلات بتحصد المحاصيل زمان كانوا بيقطعوا باديهم كده. دلوقتي فيه آلات حصد المحاصيل دي بيجيبوها طبعا مصنعينها اكيد الآلات دي مصنعة. رقم تلاتة الاجهزة الكهربائية. طبعا في كل بيت فيه اجهزة كهربائية. يبقى هنا البيئة الصناعية بتوفر للبيئة الزراعية ايه اجهزة كهربائية ومنتجات غزائية صناعية. يبتديهم كمان منتجات غزائية صناعية زي ما احنا قلنا مسلا السكر. خلاص لما صنعناه من قصب السكر. يبقى المنتجات الغزائية. يبقى هنا البيئة الزراعية بتدي للبيئة الصناعية منتجات غزائية والبيئة الصناعية. بتدي للبيئة الزراعية برضو منتجات غزائية. بس دي بتدهالها في صورتها الاولية زي ما احنا قلنا كده مثلا. بتدرهم ايه? بطاطس او اي منتجات غزائية. وهنا مثلا المنتجات الغزائية الصناعية بتدي للبيئة الزراعية زي السكر مثلا. طيب عندنا خصائص سكان البيئة الزراعية. يعني صفات السكان في البيئة الصناعية. البيئة الصناعية خصائص سكانيهم خصائص. قال لك اول حاجة ارتفاع نسبة التعليم. عندهم التعليم عالي عشان يعرفوا واشتغلوا في المصنع. لازم يتعلموا. يبقى ارتفاع نسبة التعليم. وانخفاض نسبة الامية. يبقى المصانع عندهم وعي اكتر وتعليم اكتر. البيئة الصناعية. كمان الاهتمام بتعليم الاطفال. كلهم بيعلموا اطفالهم ورفاهيتهم. رفاهيتهم يعني بيهتم بمثلا الرياضة بالاشراكات في النوادي. يعني برفاهية الايه? الاطفال. يبقى الاهتمام بتعليم الاطفال ورفاهيتهم. تلاتة من خصائق السكان البيئة الصناعية مشاركة المرأة في العمل. يبقى اربعة المشاركة في النقابات الايه? العملية. يبقى هنا الناس اللي موجودين في البيئة الصناعية عاملين لنفسهم نقابة. ليه? عشان يحافظوا على مصالحهم. يعني محدش يقدر اياكل مصالحهم ولا اجازاتهم. ليهم اجازات معينة لازم يخضوها. ليهم ساعات عمل معينة. يبقى هنا من خصائص سكان البيئة الصناعية ان هما بيشاركوا في النقابات العملية عشان تحافظهم على المصالح بتاعتهم محدش ياخد حقوقهم. تدفع لهم عن الحق بتاعتهم. يبقى من صفات سكان البيئة الصناعية. نسبة التعليم مرتفعة. اهتمام بتعليم الاطفال ورفاهيتهم. مشاركة المرأة في العمل. المشاركة في النقابات العمالية. عندنا بقى هنا كمان عادات وتقاليد العاملين بالبيئة الصناعية. ليهم عادات وتقاليد. ليهم عادات ايجابية وليهم عادات سلبية. العادات الايجابية ان هما التعاون بين العاملين. العاملين بتعاونوا مع بعض عشان يطلعوا المنتجات. احترام موعيد العمل. طبعا لو حد اتاخر عن العمل بتاعه او عن المعاد بتاع العمل بيتخصم له على طول. فلازم يحترموا موعيد العمل بتاعهم وإلا مش هيلقوا مرتب في اخر الشهر. يبقى العادات الايجابية تعاون احترام موعيد العمل. الانتظام في العمل. لازم ينتظموا في العمل. يعني مثلا هيترفضوا. الا انهم مش هيلقوا شغل. يبقى كمان الانتظام في العمل. تعاون بين العاملين احترام موعيد العمل. والانتظام في العمل. دي العادات الايجابية. اما العادات السلبية. طبعا التدخين داخل المصانع ممكن يدخنوا عادي. وده غلط. ترك المخلفات الصناعية دون معالجتهم. يعني يرموا وراهم الحاجات كده من غير ما يعلموها. يعني يرموا مخلفات الصناع زي مثلا لو مصنع بيعمل هدوم يتلاقي الخيط كده ورمي في كل مكان. وما بيعلموش اي حاجة بيرمو. يبقى دي من العادات السلبية. قالك ارتفعت نسبة العمالة او عمالة النساء في مصر. عشان مصر طبعا بيئة صناعية. من خمستاشر في المية لواحد وعشرين في المية خلال الفترة الف تسعمية واحد وتمانين لالفين وربعتاشر معنا كده ان العمالة بالنسبة للنساء بترتفع. خلاص. طيب سريعا احنا نرجع الدرس اللي احنا اخدناه عوامل قيام الصناعة. الصناعة لها عوامل طبعية ولها عوامل بشرية. عوامل طبعية زي الموقع. المناق. مصادر الطاقة. المواد الخام. والمواد الخام قلنا عليها زراعية وحيوانية ومعدنية وصخرية. عندنا كمان عوامل بشرية. زي الايدي العاملة. رأس المال. النقل والموصلات والسوق. وعندنا سوق محلية وخارجية. عندنا كمان اهمية البيئة الصناعية. توفير فرص العمل والقضاء على البطالة. توفير المنتجات الصناعية. توفر كمان العملات الاجنبية التي تسهم في زيادة الدخل القومي. ترفع المستوى الاجتماعي والتعليم. كمان عندنا في البيئة الصناعية. العلاقة بين البيئة الزراعية والصناعية. توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية. المواد الخام. الايدي العاملة الغذاء. توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية. الاسمدة والادوية والاجهزة والالات الزراعية. كمان عندنا خصائص السكان في البيئة الصناعية. الخصائص السكان عندهم يهتم موقات بالتعليم. والمشاركة في النقابات العمالية مشاركة المرأة في العمل من العادات الايجابية عندهما التعاون فيما بينهم الشغالين في المصنع احترام المعيد الانتظام في العمل العوامل او العادات السلبية سوري العادات السلبية في البيئة السنوعية التدخين داخل المصنع ترك المخلفات دون معالجتها وكده خلصنا اتمنى يكون الشرح وافي وبالنجاح وتوفيق لنا جميع يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته